بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم أعزائي الطلاب في مراجعة منتصف الفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم سائلني الله عز وجل أن يوفقكم ويسددكم السؤال الأول ما اسم المرحلة التي تأتي قبل مرحلة الطفولة؟ الرشد المراهقة الشيخوخة الطفولة المبكرة أحسنتم الطفولة المبكرة تأتي قبل مرحلة الطفولة ما اسم المرحلة التي تأتي بعد مرحلة الطفولة؟ ممتاز المراهقة ما اسم المرحلة التي يحدث فيها أكثر التغيرات الطبيعية؟ الطفولة أم المراهقة أم الشيخوخة أم الطفولة المبكرة؟ ممتاز يا شباب الطفولة التغيرات الطبيعية هي التغيرات التي تحدث للإنسان بشكل طبيعي بدون تدخل بشري ازدياد الطول تعلم الكلام تعلم المشي أداء الحركات والمهارات المعقدة كل هذا من التغيرات الطبيعية وأكثرها يحدث في مرحلة الطفولة أي مما يأتي تغير أساسي قانوني؟ تعلم المشي ازدياد الطول القدرة على القيادة تعلم الكلام والتواصل ممتاز يا شباب القدرة على القيادة قيادة السيارة لا تستطيع أن تقود السيارة برخصة إلا إذا سمح لك القانون أي مما يأتي تغير أساسي طبيعي الزواج الانتخاب قيادة السيارة تعلم الحبو ممتاز يا شباب تعلم الحبو لأن الزواجة لا بد أن يسمح لك القانون والانتخاب وهو التصويت في الانتخابات أيضا لا بد أن يسمح لك القانون وقيادة السيارة قلنا من قبل لا بد أن يسمح لك القانون أما تعلم الحبو وهذا من الطبيعة يتم بشكل طبيعي بدون تدخل بشري أي مرحلة من مراحل دورة حياة الإنسان تمتاز بأكبر عدد من التغيرات القانونية الرشد الطفولة الشيخوخة الطفولة المبكرة ممتازة شباب هي مرحلة الرشد تمتاز بالتغيرات القانونية الزواج والانتخاب وقياة السيارة والعمل وغير ذلك أي عبارة عن التغيرات الأساسية من دورة حياة الإنسان صحيحة اختر عبارة صحيحة تعبر عن التغيرات الأساسية في دورة حياة الإنسان يمكن لمعظم المسنين التحرك بالسهولة التي يتحرك بها البالغون يمكن لجميع البالغين قيادة السيارات يسمح لجميع الأطفال بقيادة السيارات يولد جميع الأطفال الرضع غير قادرين على المشي أو النطق ممتاز هي هذه يولد جميع الأطفال الرضع غير قادرين على المشي أو النطق تأمل الصورة ثم أكمل الجدول الآتي بما يناسبه الصورة أمام كل مرحلة رمز A B C D E المطلوب في الرمز A الصورة A تكتب اسم المرحلة وبداية الفترة العمرية ونهاية الفترة العمرية لكل المراحل المرحلة A ما اسم هذه المرحلة؟ الطفولة المبكرة ما هي بداية الفترة العمرية؟ من الولادة نهاية الفترة العمرية إلى واحد سنة إذن A هي الطفولة المبكرة بداية الفترة العمرية من الولادة نهاية الفترة العمرية إلى واحد سنة B ممتازة شباب هي الطفولة وبداية الفترة العمرية من واحد سنة ونهاية الفترة إلى 12 أو 13 سنة C هي مرحلة المراهقة وبداية الفترة العمرية من 12 أو 13 ونهاية الفترة العمرية 18 سنة أما D أحسنتم هي الرشد وهي بداية الفترة العمرية من 18 سنة نهاية الفترة العمرية 65 سنة أما المرحلة E فهي الشيخوخة وبداية الفترة العمرية من 65 وتنتهي هذه الفترة بالموت تأمل الصورة ثم أكمل الفراغات باء ما رمز المرحلة التي يعتمد فيها الإنسان على غيره بشكل كامل ممتاز A الطفولة المبكرة G ما رمز المرحلة التي يعتمد فيها الإنسان على غيره بشكل جزئي E الشيخوخة وقد يقول قائل أيضا نستطيع أن نختار B مرحلة الطفولة يعتمد على غيره بشكل جزئي أقول أن الطفولة قد يعتمد على غيره أيضا بشكل جزئي ولكن لفترة محدودة لأن الطفل يكبر وبالتالي تزداد عنده القدرة على أداء المهام أما الشيخوخة دائما سيحتاج إلى غيره ويحتاج إلى المساعدة لأنه كلما يكبر كلما يضعف دال أذكر تغيرا طبيعيا واحدا للمرحلة العمرية التي رمزها C C هي مرحلة المراهقة تغير طبيعي فيها ممكن البلوغ أو زيادة الطول بشكل كبير أو بداية نمو شعر الوجه أو خشونة الصوت للذكر ونعمته للأنثى المطلوب أن تكتب تغيرا واحدا يعني اختر واحدة فقط من هذه ها أذكر تغيرا قانونيا واحدا للمرحلة العمرية التي رمزها D D هو الرشد مرحلة الرشد أذكر تغيرا قانونيا واحدا ممتاز يا شباب القدر على الزواج أو الإنجاب أو إدارة العمل أو قيادة السيارة أو التصويت في الانتخابات اختر تغيرا واحدا فقط طارن بين مرحلة الرشد والطفولة من حيث الفترة العمرية التغيرات الطبيعية التغيرات القانونية الطفولة ما هي الفترة العمرية للطفولة؟ ممتاز من واحد سنة إلى 12 أو 13 سنة أما الرشد فهي من 18 سنة إلى 65 سنة التغيرات الطبيعية في مرحلة الطفولة زيادة الطول تعلم الكلام تعلم الحركات المعقدة أو تصبح الحركات معقدة أكثر سهولة التغيرات الطبيعية في الرشد توقف الطول تباطئ نمو العضلات والعظام التغيرات القانونية في مرحلة الطفولة هي التعليم القراءة والكتابة هذا حق قانوني للطفولة أما التغيرات القانونية في الرشد قيادة السيارة الزواج الإنجاب العمل الانتخاب صنف التغيرات الأساسية الآتية لتغيرات طبيعية وتغيرات قانونية الحب قيادة السيارة العمل ظهور الأسنان الانتخاب ازدياد الطول التغيرات الطبيعية هي الحب ظهور الأسنان ازدياد الطول أما التغيرات القانونية قيادة السيارة والعمل والانتخاب والعمل ما القوة التي تنشأ بين سطحين متلامسين يتحركان أو يريدان التحرك؟ الجاذبية الاحتكاك المغناطيسية الكهروستاتيكية ممتاز الاحتكاك بين سطحين متلامسين ما القوة المعاكسة لقوة دفع المحرك في الطائرة؟ المعاكسة لقوة دفع المحرك هل هي الرفع أم الوزن أم مقاومة الهواء أم ضغط الهواء؟ ممتاز مقاومة الهواء ما وحدة قياس القوة؟ جرام الكيلو الواط نيوتن النيوتن ما الاحتكاك؟ قوة تجذب الأجسام قوة تزيد سرعة حركة الأجسام قوة تبطئ حركة الأجسام قوة تنفر الأجسام ممتاز يا شباب هي قوة تبطئ حركة الأجسام ما اتجاه قوة الاحتكاك؟ إذا تم دفع صندوق ما إلى اليمين معروف أن اتجاه قوة الاحتكاك دائما في عكس الحركة عكس اتجاه الحركة والصندوق يتحرك إلى اليمين إذن اتجاه قوة الاحتكاك يكون إلى اليسار ممتاز ما وحدة قياس قوة الاحتكاك؟ المتر النيوتن الأمبير الثواني النيوتن أي أداة تستخدم لقياس مقدار القوة؟ الشكل ألف أم باء أم جيم أم دال الشكل دال وهو الميزان النابض السؤال قام حمد بقياس قوة احتكاك جسم كتلته مئتان جرام على سطح فوجد قراءة المؤشر تساوي عشرة أجب عن الآتي باستخدام صندوق الكلمات الصندوق تقلل السرعة عكس اتجاه حركة الجسم الميزان النابض الناعم عند بداية الحركة نيوتن تزيد السرعة ألف ما اسم جهاز قياس قوة الاحتكاك؟ ممتاز يا شباب الميزان النابض ما وحدة قياس القوة؟ أحسنتم النيوتن صف اتجاه قوة الاحتكاك دائما ممتاز عكس اتجاه الحركة عكس اتجاه الحركة دال كيف تؤثر قوة الاحتكاك في سرعة الجسم؟ ممتاز تقلل السرعة ما الوقت الأنسب لتسجيل قراءة الجهاز؟ ممتاز يا شباب عند بداية الحركة أي الأسطح يجعل قراءة المؤشر تساوي خمسة؟ السطح الناعم لأن السطح الناعم يقلل قوة الاحتكاك فإذا كان المؤشر يساوي عشرة فالذي يجعل المؤشر يساوي خمسة أكيد هو السطح الناعم الذي يقلل قوة الاحتكاك صنف الأسطح الآتية حسب ملمسها إلى ملمس خشن وملمس ناعم الأسفلت الجليد سجادة سميكة خشب مصقول ورق صنفرة زجاج الملمس الخشن هو أحسنتم الأسفلت السجادة السميكة ورق الصنفرة أما الملمس الناعم الجليد خشب مصقول زجاج أكمل الجدول الآتي من خلال الصورة صورة الطائرة اتجاه حركة الطائرة ما هي القوة المتسببة في ذلك أو ما هي القوة المؤثرة ممتازة قوة دفع المحرك بي ما القوة المؤثرة ممتاز يا شباب هي قوة مقاومة الهواء سي ما القوة المؤثرة لأعلى هي قوة الرفع دي ما القوة المؤثرة لأسفل هي قوة الوزن ما مقاومة الهواء قوة احتكاك تنفر الجسم قوة احتكاك تجذب الأجسام قوة احتكاك تزيد من حركة الأجسام قوة احتكاك تبطئ من حركة الأجسام ممتاز مقاومة الهواء هي عبارة عن قوة احتكاك وأخذنا أن قوة الاحتكاك تعمل عكس اتجاه الحركة وتبطئ من حركة الأجسام عند إسقاط ورقة مسطحة وورقة مكورة معا من الارتفاع نفسه لماذا تصل الورقة المكورة إلى الأرض أولا مقاومة الماء له كبيرة مقاومة الهواء له كبيرة مقاومة الهواء له صغيرة مقاومة الماء له صغيرة ممتاز شباب مقاومة الهواء للورقة المكورة صغيرة لذلك تزداد سرعتها وتصل إلى الأرض أولا قبل الورقة المسطحة لماذا يمكن وصف قوة الاحتكاك في الهواء كمقاومة يجعل الجسم يجعل الهواء الأجسام تدفع الهواء أو يدفع الهواء لأجسام عكس اتجاه الحركة ما المصطلح العلمي الدال على تحرك الجسم بسهولة وسرعة تحرك الجسم بسهولة وسرعة جاذبية المرونة المقاومة الديناميكية ممتازة شباب هي الديناميكية الديناميكية تعني تحرك الجسم بسهولة وسرعة أي الأشكال الآتية يعد شائعا بين الكائنات المائية رفيع طويل دائري كبير متعدد الزوايا عريض ضخم الكائنات المائية أغلبها رفيع وطويل أي الأشكال الآتية أكثر سيابية ممتازة شباب هو الشكل دال واضح لأنه مدبب من الأطراف وعريض من الوسط أي الآتي يعبر عن مقاومة الماء لجسم مساحة سطحه صغيرة مقاومة الماء للجسم اللي مسحته صغيرة مقاومة الماء له كبيرة مقاومة الهواء له كبيرة مقاومة الماء له صغيرة مقاومة الهواء له صغيرة مقاومة الماء له صغيرة لأن مساحة سطحه صغيرة ما الأداة التي تعتمد على مقاومة الماء وتساعد الغطاص على التحكم في سرعته تحت الماء تساعد الغطاص على التحكم في السرعة قناع الغطاص أو قناع الغطص أمبوب التنفس زعانف السباحة ملمس بدلة الغطص ممتازة شباب هي الزعانف التي يلبسها في قدمه ما اسم مقدمة القارب التي تساعده على التحرك بسهولة في الماء؟ الدفة قوس العارض الجزء الخلفي مقدمة القارب القوس على شكل حرف V وهو مدبب يساعد على تقليل مقاومة الماء والتحرك بسهولة في الماء أي الأشكال التالية لها مقاومة ماء أكبر؟ الشكل ألف أخذ زمنا 2.5 ثانية الشكل باء أخذ زمنا 3 ثواني جيم أخذ زمنا 1.5 ثانية دال أخذ زمنا 4 ثواني من؟ أي الأشكال التالية له مقاومة ماء أكبر؟ الذي أخذ زمنا أطول أم زمنا أقل؟ ممتاز يا شباب الزمن الأكبر يعني بطيء لأن مقاومة الماء له كبيرة لماذا يفضل المظلي استخدام مظلة لها مساحة سطح كبيرة أثناء الهبوط من الطائرة؟ لتقليل مقاومة الهواء وزيادة السرعة؟ أم لزيادة مقاومة الهواء ونقص السرعة؟ أم لزيادة مقاومة الهواء وزيادة السرعة؟ أم لتثبيت مقاومة الهواء وزيادة السرعة؟ ممتاز لزيادة المقاومة وبالتالي تقل السرعة ضع الحرف المناسب أمام العبارة المناسبة في الجدول أمامك عزيز الطالب أشكال الشكل إيه؟ هذا السقر الذي يتهيأ للنزول على سطح الماء سمكة القرش ب هي طائرة الكونكورد و د نجم البحر واحد جسم أقل ديناميكية وبطيء في الماء من هو؟ ممتاز دي نجم البحر اثنان جسم أكثر ديناميكية وسرعة في الهواء ممتاز يا شباب ب جسم يتعرض لمقاومة ماء صغيرة وسريعة هو سي سمكة القرش سريعة في الماء تتعرض لمقاومة ماء صغيرة لأنها نسيابية جدا أربعة جسم يتعرض لمقاومة هواء كبيرة وبطيء هذا وضع السقر هذا يا شباب هذا الوضع الذي ترونه في الصورة هذا يتعرض لمقاومة هواء كبيرة لأنه يتهيأ يتهيأ للوقوف على شيء ما لذلك يعرض نفسه لمقاومة هواء كبيرة لكي يستطيع الوقوف ويبطئ من سرعته أذكر ثلاثا من صفات الجسم الانسيابي واحد مدبب الأطراف عريض الوسط اثنان رفيع وطويل ثلاثة ناعم وأملس السؤال الثاني صنف الحيوانات في الصور التالية أيها أكثر سرعة وأيها أقل سرعة دولفين الفلامينغو طائر البشروش نجم البحر يرقانة بحرية الحيوانات الأسرع هي ممتاز الدولفين والفلامينغو أما الحيوانات الأقل سرعة نجم البحر ويرقانة بحرية أصف الخاصية المشتركة بين سمكة قرش الماكو والقوارب السريعة الخاصية المشتركة بينهما الجسم الانسيابي كلاهما له جسم انسيابي يزيد من سرعته أذكر الخاصية المشتركة بين السقر وسمكة القرش والقارب والطائرتين الخاصية المشتركة بين هذه الحيوانات السريعة والآلات السريعة جسم طويل رفيع وأملس ومدبب الأطراف وهذه خصائص الجسم الانسيابي أذكر القوة التي تؤثر في السقور والطائرات قوة مقاومة الهواء ممتاز أذكر القوة التي تؤثر في أسماك القرش والقوارب مقاومة الماء إلى هنا تنتهي المراجعة وأسأل الله لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة